وجه النائب صلاح الجبوري سؤالا إلى رئيس لجنة المفوضين عند القوات الأمنية التي تمسك بالمناطق المحررة حديثا إضافة إلى آلية مشاركة قوات الحجر الشعبي في الانتخابات ماذا سنعتبر الحجر الشعبي هل مع القوات الأمنية العسكرية وستصوت قبل يومين وهل صار عندكم جرد لهذه القوات أم سيأتي بصفة المدنية لكن يجي لابس حسكري ويدخل إلى مراكز الانتخابات سؤال آخر من سيحمي مراكز الاقتراع ممكن الاختصار أعتقد أتكلم باسم كتلة سيادة الرئيس جيد إذا باسم الكتلة تفضل سيادة الرئيس من سيحمي مراكز الاقتراع في كركوك والأنبار وصلاح الدين وديالة وفي جميع المناطق المحررة التي لا زالت ممسوكة من الجيش والشرطة وقسم من الفصائل الحجر الشعبي والتي هي أيضا منافسة ضمن هذه المناطق في الانتخابات